كارزمته أقوى من أداؤه موضوع الكارزمة ده مش الواحد هو اللي يحدده بس ده واحد من أهم مقاومات أي موزيع أنه عنده كارزمة وعنده حضور وفيه قدر من القبول من المشاهدين صوته أعلى من رزنته في بعض الأحيان الرزانة هي اللي بتغلب وفي بعض الأحيان الصوت لما بيغلب بيبقى الانفعال هو الدفع الأساسي لكن عمر ما فيه حد يقدر يفضل ماسك المعادلة طول الوقت والشاطر هو اللي يحاول يحققها أكبر قدر ممكن يجيد نقد الآخرين ولا يقبل أن ينتقد لا النقد زي ما أنا برضا أن أنا انتقد الآخرين أنا بستقبل النقد وبستقبل الملاحظات بمنتهى الرحابة وصدري واسع جدا جدا للنقد بس ما بحبش التجريح زي أي حد يعني أنا نقدي أعتقد أن أنا بحاول قدر الإمكان أنه هو يبقى موضوعي وعمري ما بخش في الحياة الشخصية ولا حتى في التجريح الشخصي ودايما عندي قاعدة بتقول أن أنا بنتقد الفعل وما انتقدش الفاعل بمسك المقولة وبممسكش القائل فبالتالي أنا أحب زي ما أنا بعمل يتعمل معايا معروف عنه ضعفه أمام الجنس اللطيف ومع ذلك بيهاجمهم ضعيف قدام الجنس اللطيف دي يعني لا ما أعتقدش أن أنا ضعيف قدام الجنس اللطيف أنا بحب الجنس اللطيف وده طبيعي تبقى مصيبة لو حبيت الجنس الخشن لكن هي القصة الأساسية أنه أنا ما عنديش فيه الانتقاد وفي الشغل لا خشن ولا ناعم أنا عندي الصح صح والغلط غلط طول الوقت مساء الخير أعزائي المشاهدين أقدم لكم الإعلامية مونة عبدالوهاب والإعلامي تابر أمين تامر أمين إزايك؟ أخبرك إيه؟ تمام جاهزة؟ أنت اللي جاهز ده إيه ده ده بالأول كده؟ آه جدا ده أنت اللي بادئ آه مش مصارعة مصارعة؟ وفيها مصارحة مصارحة أنا موافق موافق؟ طيب الوشوش دي بتمثل التصنيفات العالمية للعاب المصارعة تامر لما يصارع يبقى مين من دول؟ تامر لما يصارع يبقى المسالم مسالم؟ أم أنت مسالم؟ جدا ده من أول ها جدا جدا آه أنا رأيي الشخصي أن المصارعة لازم تبقى مسالمة لأن المصارعة بكرهة أو مصارعة فيها نواحي شخصية تبقى حرب تبقى عداوة وأنا عمري ما عملت عداوة حتى مع أكتر الناس اللي مختلف معاهم وبنتقدهم أنت مصدق ده؟ لا أنا مش مصدق ده أنا بعمل ده أنا عمري ما كان بني وبين أي حد اختلفت معايا عداوة شخصية ولا مشكلة شخصية ولا أي علاقة حتى تربطني بي القصة كلها اختلاف في اللي بيعملوا وفي اللي بعملوا أنا شخصياً اخترت جداً مراوغ ولا غاضب؟ غاضب ولا مراوغ؟ اخترت غاضب في الآخر أنت اخترت غاضب لي؟ بالعكس يعني اللي يعرفني كويس يعرف أن أنا من أقل الناس اللي بتغضب صحابي والمقريبين مني طول الوقت بيقولوا علي الهادئ اللي يعني بيستفز بصعوبة جداً 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 ما بيتقلش عليها عصبي أنا إنسان مش عصبي في حياتي ولا في شغلي بنفعل وده طبيعي لأن إحنا بني قدمين وبشر لكن أنا طول الوقت اخترت مسالم لأنا بقولك طول الوقت مدرك أنه الخلاف لازم يبقى للمصلحة طيب يبقى خلينا نقول مسالم غاضب يعني إذا كنت مش عايز أكسفك يعني على غاضب دي بس هيبان نبدأ الجولة الأولى يلا بيا يلا بيا الاعلامي تامر امين الجولة الأولى هنبدأها ببروفايل ليك مشوارك الاعلامي 18 سنه مظبوط بدأت قارئ نشرة وبعدين مقدم برامج سياسية شاركت في تقديم برنامج البيت بيتك حصلت على جائزة أحسن مزيع عام 2010 في مهرجان الإزاء والتليفزيون وطبعا قدمت العديد من البرامج لحد البرنامج اللي بتقدمه دلوقتي مظبوط قبل ما أبدأ معك الجولة الأولى عايزة أسألك عن الصراعات في حياتك الصراعات لا أنا الحقيقة حتلاقيني شخص قليل الصراعات جدا حياتي الشخصية ما فيهاش صراعات ما فيهاش خناقات ما فيهاش عدوات الحمد لله يعني أزعم أنه أنا شخص على رغم أنت بيش مسدقاني بس فعلا ليه بتقول كده عشان أنا لما اقتلت الصناع بتاع مسالم ما أصدق بس أنا فعلا لا أنا مسدق كل حاجة إلا مسالم لا مسالم وتكتشفي بجد يعني أنه ما عنديش صراعات ولا عدوات شخصية وزي ما قلتلك في العمل هو الصراع مش لازم يبقى عداء يعني يعني ممكن الناس توصارع في حياتها عشان حاجات تانية كتير غير أنه يكون عدوة مع أشخاص لا يعني ساعتها تتقلب إلى تحديات عندي تحديات في حياتي سواء الشخصية أو المهنية طبعا كتير والإنسان اللي بلا تحدي بلا طموح وبالتالي بلا أمل في النجاح الصراحة لكن الصراحة بصك ما قدرش أقولك أنه أنا صريح لأنه ما فيش حد ممكن يمدح نفسه أو يقايم نفسه بس جزء جزء من حياة الإعلامي قائمة على الصراحة والمشاهد لما بيحس أنه الإعلامي اللي بيحبه أو المزيع اللي بيحبه بيلفه بيدوره ومش صريح أو بيقوله كلمة وتاني يوم بيقوله كلمة تانية بيفقد مصداقيته معك وده اللي يخلي جمهور المشاهدين يتسقط منك يوم بعد يوم فالإعلامي الزكي هو اللي يعمل الصراحة حتى حتى لو ما عجبتش كتير من الناس يعني أنا دايما بقول مقولة أنه إحنا مش ممثلين على المسرح ممثلين على المسرح دايما بيقوله كلام اللي يجيب سوكسي في القاعة أنا مقتنع أنه الإعلاميين طبعا الإعلاميين بيقولوا كلام اللي يجيب إعلانات معظم وعايز أقولك معظم وده واحد من انتقاداتي طول الوقت وأنا الوحيد تقريبا في الإعلاميين اللي قلت أن الاربع سنين اللي فاتوا تسعين في المائة من الإعلاميين هم اللي دمروا البلد عن طريق أنه هم كانوا عارفين الحقيقة وبيقولوا هاش عشان يقولوا الكلام اللي يعجب ناس في الشارع أو يعجب المعلنين والإعلام دمر البلد بقدر كبير الحقيقة تامر أمين الوجه والوجه الآخر شفت سمعت قلت وتشفت وتسمعت وتقال عليك مبدئيا كده مستقصد الرقصات ليه مالك بالرقصات أنا مليش دعو إيه الطار اللي بينك وبينهم في طار الحقيقة آه إيه بقى بص على المستوى الشخصي على المستوى الشخصي أنا ما بحبش الرقص الشريع ده زوئي وده رأيي آه بس ده مش سبب كافي إنك تهاجم الرقصات ما أنا جايلك هو في السك بقولك على المستوى الشخصي كتمر أمين الإنسان أنا مش من أنصار الرقص الشريع يعني ما بتحبش تشوف ستو هي بترقص؟ لا ما بتحبش؟ لا وعشان أبقى أكثر تحديداً وفي سؤالك ما بحبش أشوف ست بترقص وهي عارية أو أكثر جزء أو يعني أكبر قدر ممكن من جسمها يبقى عارية أنا ما بشوفش إنه فن بس ده من التراث المصري آه ما هو التراث المصري على عيني وراثي بس مش مقدس التراث المصري فيه الكويس وفي الوحش ومع ذلك ومع ذلك أنا بقولك ده رأيي الشخصي ومدام دخلنا في رأيي الشخصي يبقى مش لازم صح وغلط ده زي بالزبط أنت بتحب مثلاً الفراخ وما بتحبش اللحمة طبعاً فدي أزواء أنا زوئي ما بيجيش مع الرأس الشرقي لأنه شايف إنه الفن القائم على التعري أكتر بيفقد إبداعه أكتر يعني أنا بحب مثلاً الرأس اللي هي الفلون الشعبية زي في الإطراضة وفريدة فهمي ده بالنسبة لي ده تمايل وإيقاع مع الموسيقى طب بالنسبة لي ما بفهموش قوي يعني آه طبعاً باحترم الإيقاعات والانسيابية ورشاقة ما أنا بقولك عشان كده برضو ما بأ يعني إيه علاقة إن أنا بقى رشيق وبعمل بالي وإن أنا بقى لازم لابس البدلة للجلد طب الفنانة في في عبدو لما رأست بجلبية بيدة رجالي وتحزمت وهو ده مش مش مكشوف أماشي يبقى كويس يبقى بربو عليها اللحظة دي يبقى بربو عليها لكن أي ساعتها بقى تحب الرأس الشرق مش أحبه بس حقبله مش هاعترض عليه لكن كل ما نقلع كل ما تدايق ده على المستوى الشخصي ده على المستوى الشخصي على مستوى المهني في الإعلام أنا عمري ما اتكلمت عن الرأسات طول ما هم كانوا في حالهم في حالهم يعني يعبر قصف الكابريهات في النايت كلابز فيلم مش عارف لإيه عمرك شفتيني فتحت بقى في السنوات اللي فاتر في أفلام سينيما في أفلام سينيما بقدر بس ما كانش الموجة علي تحية كاريوكا سهير زاكي يعني بس حضرك ما أنا كنتش إعلامي وقتها يعني ما كانش عندي البيت بيتك وقت فيلم أحبر شفايف أو لعبة ست لكن ده أنا إعلامي دلوقتي فليه أن أنا أنتقد أو أمدح اللي بيحصل دلوقتي لما لاقي أن فيه أفلام سينيماية كاملة بتتعمل وبتتكتب وبتتصاغ وبتتصور بناء على أهم حاجة فيها الرأسة بتاعت الفيلم وإن إحنا بنجيب الرقاصة اللي عاملة دلوقتي شجل وسجسيمة عن ناس وإن الرقاصة دي تحاول إنها تعمل حركات مثيرة في الكليب علشان هو ده اللي يبيع الفيلم لا أنا شايف إن ده مش فيلم أنا دي متجرة رخيصة الفن اللي بيتاجر بغرائز وشهوات والحاجات الوحشة دي بتاعت المشاهدين أنا شايف إن ده إبداع قليل إثارة كتير أنت كتامر أمين شايف ده بس الجماهير شايفة حاجة يا بدليل إن الأفلام دي بتحقق إرادات قوية جدا هو ده بالضبط اللي قلتولك في الأول إن مش بالضرورة أقول الكلام اللي الناس عايزة تقوله أنا بقول رأي والمشاهد اللي عاجبه رأي هو اللي بتفرج عليها والمشاهد اللي مش عاجبه رأي رغم إنه هو بيحترمني ممكن يتفرج عليها بس يختلف معايا واللي مش عاجبه خالص ما يتفرجش عليك معادلة بسيطة يعني التليزيون أنت مش شايف إن الفضائيات مساحة كبيرة شوية على إنها تبقى للقراء الشخصية؟ ده هي معمولة للقراء الشخصية معمولة للقراء الشخصية الواقع بيقول كده المشاهد اللي بيتفرج علي بناشتمر أمين اللي بتفرج علي عمر قديم اللي بتفرج علي عمر الليسي اللي بتفرج علي لميسي الحديد اللي بتفرج على أي موزيع المادة اللي بنقدمها تقريباً واحدة ما احنا بنعمل توكشو يومي فحصيلة الأخبار اللي بتحصل كل يوم واحدة بس لما ما فيش أخبار ولا أحداث مش واحدة خالص يعني من ساعة ما بتريت عمر الحمد لله مصر رزقها واسع يعني فما فيش يوم ما فيهوش أحداث سواء إيجابية أو سلبية قول الله أكبر الله أكبر بس مصر خيرها كتير سواء الأخبار الإيجابية أو السلبية لكن في كل الأحوال انت كمشاهدة وانت عادة في البيت وانت عارفة انت هتسمعي نفس الموضوعات اللي بتتناقش بتروحي لتامر ولا بتروحي لعمر ولا بتروحي اللاميس بناء على إيه بناء على انت عايزة تسمعي فلاني الفلاني ده رأيه ايه في الموضوع هي دي الفكرة شئنا أم أبينا التوكشوز في العشرة 15 سنة الأخيرة توكشو قائم على المذيع اللي بيقدم البرنامج الناس بتبعيزة تسمع رأيه يا إما تتفق معي إما تختلف معي مش مهم تقول أمين على اللي بيقوله طيب انت على المستوى الشخصي ما بتحبش الرأس الشارعي اه ومتحب الشكل سيت وهي بتروح لا على المستوى الاعلامي بقى والمهني على المستوى الاعلامي والمهني أنا شايف ان هم جزء كبير منهم بيدمروا المجتمع لو انت متابعة شوية والمشاهدين بتوع برنامجي متابعين أنا برنامجي مش سياسي مش توكشو سياسي أنا توكشو ممكن نسميه اجتماعي اجتماعي يعني مهموم قوي بقضايا المجتمع كويس أنا شايف ودي حملة عندي في البرنامج متبنيها من أكتر من عشر تشهر فكرة الأخلاق أنا للأسف الشريط شايف ان مستوى الأخلاقي أو الحد الأدنى من الأخلاق في المجتمع المصري بينزل كل شوية وده عمل لنا مشاكل كتير لما تيجي تناقشي ظاهرة الاقتصاب والتحرش هتلاقي بسبب انعدام الأخلاق هتلاقي مشاكل التعليم وعلاقة المدرس والتلميذ هتلاقي مشكلة الأخلاق لما بتناقش بقى مشاكل أخلاقية بالشكل ده أسلوبك بيبقى أسلوب مهني لائق بيبقى أخلاقي من وجهة نظرك بحاول إنذار إنذار ده كلام فأسف هنا ودلوقتي بكذا ومبارح بقى في في عبدو فأنا لفف عليهم كلهم بطلبهم للجواز وكلهم رفضيني ماخدوش يا بابا ماخدوش سامة المصري مرشح نفسها أو بتفكر انها ترشح نفسها في طبعا لسا ما عملتش الكشف الطبي والحمد لله يعني ما عملش كشف الطبي لأن كشف الطبي حيظهر بلاوي أنا بقول لسلوى يعني إذا كنت إنتي نقصك بوس دي مش مشكلتنا دي مش مشكلتنا يعني البوس ده ده أرزاق قال لك اللي لعب مع العيال بين يعني إيه بيتدايق فهي المشكلة في كده إيه دماركو في إيه إيه البرنامج اسمه خمسة موه خمسة موه ده اسم البرنامج لما ده بقى اسمه تخيلوا اللي جوة عيب عمل إزاي أيا كان حتى اللي جوة طلع محترم إيه خمسة موه دي يعني هشكت خمسة موه هشكت أو هشكت أو هشكت أو مش عارف عمل ده أسلوب أخلاقي لائق إيه اللي اسمعتيه غير لائق اللي يمشي وراء العيال بيجراله إيه بيتعم مش أنا قلت كده كل اللي بيتفرجوا علينا عارفين إن مش ديه تكملة ما ليش علاقة أنا ليه علاقة من اللي أنا قلته ولما شكرت على الهواء شكرت على الهواء شكرت على الهواء ده المفروض إن أنت كده أنا شكرت بالكاف على الهواء دي دي أنا بقول لك إنه لا أجروا إن أنا أعملها إن أنا بعملهاش في حياتي الشخصية عشان أعملها على الهواء أنا بقول لك فيه على اليوتيوب حد بس أمركب الصدة علشان يعملوا هيتنج أو يعني زيارات كتير على الموقع ده بتاع اليوتيوب طيب الفعل مش موجود بس أنت كنت بتوصله للناس هو طبيعي إنه إعلامي بيدفع عن القيم يطلع يقول للناس أشكر آه 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 لما يبقى عندك نوع من الاعتراض الفج لازم توصلي للناس إنه آه إيه الفجاجة إيه وجه الفجاجة في إن الفنانة أو الراقصة في في عبده تعمل برنامج اسمه خمسة موه يعني الفجاجة بالعكس الأكتر بكتير في تعبيرك ثانية واحدة بقى أنت سؤالك ده أنت أصدار آه جداً رد علي يعني أنت شايفة لا أنا أفهم بس أنت أقول أصدار آه جداً أنت شايفة أنه لا ثجاجة إن الراقصة في في عبده تعمل برنامج في التلفزيون اسمه خمسة موه أقولك ليه أيوة أولاً في في عبده فنانة مش مجرد راقصة ثانياً في في عبده برنامجها فني بيستضيف فنانين ما بتطلعش الست تتكلم في سياسة ولا في مجتمع أنا عايزك تطلع بس كل اللي عندك تمام ممتاز أوكي فهي فنانة وبتقدم برنامج فني وبتستضيف فنانين حلوة تمر أمين بقى يعني أنت خلاص أنت درق أنت إعلامي أيوة هل أنت خارج إعلام ما أنا بقولك أهو أنت بتشتغل في الإعلام بس أنت خارج إعلام لأ أنت مش خارج إعلام مصبوط صح تعمل برنامج سياسي وبتسمي نفسك إعلامي ماسمي نفسك مين أقرب لا المفروض أنه أنت إعلامي تمام زي مهنتك صح مصبوط وأنت مش خارج إعلام آه وفي في عبده مش خارجة إعلام بس هي فنانة وبتقدم برنامج فني أنا إعلامي في الموضوع ده أنا دلوقتي بأتكلم على أيوة الفجاجة الفجة في الموضوع أيوة السؤال يخلص إمتى لما تجاوب خلصت السؤال جاوب القصة ببساطة شديدة أنه الرقاصة ما تقعدش على كرسي الموزيع ده رأيي تختلفين أنت حرة الرقاصة ما تقعدش على كرسي الموزيع الرقاصة ما كانها المسرح والهشك بالشك رقم اثنين لما نيجي على شاشات التلفزيون اللي تخش البيوت نعمل برامج أساميها محترمة نقول أشكر نقول أشكر زي ما بسم يوسف لما عمل السلوغن أولاً يا بطلت رأسي من زمان جداً صح؟ حضرتك قولي لي إمتى السؤال خلص عشان أجاوب لما تخلص السؤال كله أنا جاوب وموريني تفضل جاوب شكراً جزيلاً فيفي عبده اسمها الرقصة فيفي عبد وأنا ما حبش أن الكرسي بتاع الموزيع تقعد عليه الرقاصة مع كامل الاحترام للأشخاص أنا هنا برضو لايه عداوة ولا كراها بيني وبين فيفي عبده وما للعداوة وكراها كل الناس أنا لو شفتها في الشارع هسلم عليها أقول لها أهلاً وسهلاً مش هنتكلم مع بعض وهي تسلم عليك وهي تسلم علي وبنتقبل مع بعض وبنسلم على بعض في الحفلات والأفراح أنا انتقادي للفعل لما يسيء للمجتمع أنا ما حبش برنامج على التلفزيون يخش البيوت اسمه خمسة موة ده يقلل من مستوى بقولك الأخلاقي لأن خمسة موة بكرة بقى هيبقى خمسة مش عارف إيه وخمسة إيه بكرة خمسة أشكر خمسة ستاشر لكن القصة الأساسية أنه حلفوا دوره وأقولك ده رأيي آه بس رأيك ده بيوسيء للآخرين إيه هو الإساءة للآخرين أنت بتوسيء لها أنت بتستعر منها على الهوى أنه هي أيوة تبقى قاعدة على كرسي الموزيع وأنها تبقى زميلة ليك أنت بتستعر من كنها تبقى زميلة ليك وبتقول يبقى أنا بقى أنزل أتحزم وارقص بالليل مظبوط مظبوط ده مفيهوش إساءة لها لا تماما مش هي اللي بقررت تبقى رقاصة صح؟ أنا اللي اخترت لها مهنتها أنا اخترت لها مهنتها كل واحد مسؤول عن أفعاله هي اخترت لها تبقى رقاصة وإنت المفروض إنك مفوض تحكم عليها أو على غيرها أيوة ده بأمرت إيه بأمرت المشاهدين اللي وثقوا فيها وبتفرجوا علي والقاعدة الرئيسية اللي مش عجبوا أرائي اللي بتقول لهم أشكر وبتقول لهم اللي يمشي وراء العيال أيوة بناتك مش بيسألوك معاني الكلام ده إيه ولا بيقولولك كمل المثل بناتي يعني عمرهم سألوني أنت قصدك إيه لأن بناتي عارفيني كويس آم أعافين أنه أنت لما تقول الجملة دي تبقى صح مظبوط حتى لو هي غلط بس أنت قلتها بقت صح بس هي مش غلط أشكر مش غلط مش عيب يعني أنت تردى أن بنتك تشكر عادي تشكر بالكافأة هم هو عمتاً دي ألفاز ما وردتش على لسان أي رقاصة من اللي أنت أنت قطوهم كلهم ولا كيفي عبدو ولا سفينار ولا دينا تمام ولا أي حد من دو نروح لسماء المصري نروح لسماء المصري أنت قلت أن الكشف الطبي على سماء المصري حيبين بلاوي ربنا يستر مبدئياً هي عدت ما طلعش في حاجة تمام أنت كده مش مدين باعتذار لا تماماً طب إيه بقى البلاوي اللي أنت كنت منتظر اللي أنت كنت متوقع آه كنت متوقع أن يبقى فيه يعني شوية حاجات في الكشف على المقدرات أو كشف على التعاطي أو كذا بس الحقيقة اتفاجئت أنه ما فيش فخلاص فخلاص ما خلاص؟ اتفاجئت فخلاص هي كده حقها وصل يعني فيش حاجة حصل خير حصل خير أنت أكبر من إنك تعتذر لها إذا أخطأت في حقها عشان هي رقاسة؟ لا مش أكبر أما ليه؟ ولو رجعت للتاريخ تقريباً أنا أكتر مجيعة أعتذر على الهواء أكتر مجيعة أعتذر على الهواء سوى توقع سيء موسيق توقع سيء طبعاً مش معترض هو أي أعلامي مسؤول بيقول حاجة وبتطلع غلط أو بيغلط في حق أحد أنا ما غلطتش في حق أحد أنا بقولت توقع إن متهالي كشف الطبي يطلع كذا ولما الكشف الطبي ما طلعش كذا طلعت وقلت قلت على فكرة سامة المصري النهاردة يا جماعة عدت بالكشف الطبي الكشف الطبي قال إنها سليمة وتعدي خلا؟ لكن ما تقولش أبداً بنعتذر لها على اللي قلناه لا شوفناك بتتكلم عن صفينار أكتر من مرة كتير 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 أكتر اسمة ألف حلقاتك اسم صفينار ده عشان اسمها بيبيع يعني بيعمل فيورشيب عليا وملاشاً إيه عشان أخطاقها كتير أخطاقها اللي هي زي إيه اللي هي الرأس المبتذل الرأس اللي قائم على التعري فهو في رأس مش مبتذل في رأس مبتذل ورأس مش مبتذل في رأس أوفر أوي وهي بتعمل رأس أوفر أوي قائم على زي ما أنا قلت كده في إحدى حلقاتي تحريك جسمها بطريقة تكثير الشهوات زيادة عن النزوم الموضوع ملوش علاقة بتمايل مع المزيكة بقدر ما هو استعراض عضلات إذا كنا نقدر نسميها عضلات يعني ده على مستوى الرأس أما على مستوى الأفعال بقى كمان اللي هي الجريمة اللي بنوجه التنظر عملتها بتاعة الرأس بعالم مصر دي هانا لا تقتفر لي العالم المصر دينا رأسها انتقتها في برنامج الرأس قصة مظبوط حصلت بينكم مكلمة حصل حكيت جزء من المكلمة على الهواء مظبوط إيه اللي انت ما حكيتوش الجملة اللي قالتها لكم وقلتها على الهواء لا ما فيش جملة تحديدا هي المغلمة كانت كلها عتاب من دينا على ان انا انتقتها بشدة على اولا اشتركها في برنامج اسمه الرقصة ان انا كنت معترض على ان القناة الزميلة كانت القناة والناس تعمل برنامج اسمه الرقصة واعترضت على كلام هي قالتو كانت في النص بتقولت ان احنا بنخرج مواهب اللي مش عارف ايه وكذا وكذا فاعترضت وانتقت الكلام ده بشدة فهي كلمتني وعتبتني لقيتلي احنا اصدقاء وتقابلنا وبيننا معرفة طويلة ازاي تهاجمني كذا وقلت لها دينا انت عارف ان انت على المستوى الانسانية فيش بيني وبينك حاجر كل خير ولما بتقامل مع بعض بنسلم على بعض ولما بتجمعنا قاعدة ولا فرح ولا جلسة عامة بنقعد نتكلم ما عنديش مشكلة معك شخصيا بس لما شوف ان انت بتعملي حاجة تشيل المجتمع دينا وجبك اعلامي ان انا انتقتها وقعدنا نتكلم وكان من امانتي الاعلامية ان انا نقلت كل كل كلامها على الشاشة في الحلقة التانية اللي هي ايه الجملة دي اكتر جملة داقيتك في المكالمة في اخر المكالمة قالت لك ربنا يقعدولك في بناتك دينا لا لا قالت لك كده وحياتك عندي ما قالت لك كده دينا قالت لي ربنا يقعدولك في بناتك لا ما حصلش طيب انت مش بس بس مانش انا اسف يا هو كان مين معنا في المكالمة يا انت بحسان ان كان في طرف تالت بيسمع المكالمة يمكن لا مش يمكن اكيد لا لا مش اكيد انت قادرة بس انا قولا واحدا يمكن كان حد جنبها يبقى بيؤول الكلام مش بس الرقصات كمان الممثلات والمغنيات ملحو فستان مايا دياب فستان هايفا فنانة سلوى خطاب ايه ما بقاش فيه حاجة في البلد اهم من فستين المطربات وجمل الفنانات وحكاوي الرقصات تتقال في الاعلام يعني دي بقيت اهم حاجة يعني ده اللي بقى يستاهل مننا مساحة هوا اهم مرنامج التوك شو مدته قدي طبعا هوا ساعتين ونص عندك انت بتتكلم منهم قدي ايه لوحدك لا انا بتكلم على المساحة اللي انت بتقولي عليها ما بتكملش تلات اربع دايق على الموضوع اللي انت بتقوليه في ساعتين ونص اول غريبة انت بتقول كمان احيانا انه دي حاجات مش المفروض انه يروج ليها في الاعلام مع انك بتقولها وبتروج ليها لما بلاقي انها وقت ده حجم اكبر من الاهتمام لما افتح الصبحية شا بتروح مديها انت كمان حجم لا وتقول بصوا هنا بصحح بقى الأخطاء ده مش عايزين نروج لي في الاعلام عشان ده غلط هنا بصحح الأخطاء في كلام في السياسة سم ما زعوش عشان ده ممكن يعمل تأثير وحش بس لما يبقى في فساد اخلاقي زي ده وافتح اليوتيوب في السياسة لا في الاعراض اه فين الاعراض دي دول ستات لا يا شيخ ايوة طبعا فسادتك ما يتقلوش وبعدين كون انها تلبس فستان مفتوح تلبس فستان مقفول تلبس فستان طويل تلبس فستان قصير ايوة هو انت مش معين دي حرية شخصية لا لا مش حرية شخصية لا يعني من حقق يتحكم انت لابس ايه ومش لابس ايه لو انت اعلامية لا مش من حقق بس انت من حقق انا بقول اهو قصة لطيفة جدا اولا رأي مش من حقق تقولي لي غلط ولا صح لان ده رأي انتفقنا لا رأيك ده بيخش بيوت الناس غزبة عنها لا مش غزبة عنها لا طبعا غزبة عنها انت مش فيه لك ريموت كنترول انت حر ما لم تدر مونة رأيك بيدر بمشاعر اشخاص انت بتدر سمعت ناس ولا ايه في ناس متضررة اكمل في حاجتين في البلد دي في حاجة اسمها قانون لو الاستاذة مونة عبدالوهاب شافت ان انا اسأت ليها ولا خط في عرضها على الهوى في حد اسم النائب العام تروح يتقدمي بلاغ والقانون يسجني لو انا غلطها غاضب ولا مش غاضب غاضب ولا مش غاضب يعني غاضب ولا مسالم انا مسالم جدا جدا انت شايفاني عمالة انت تهديني اهو وانا بتكلم بمنتهى الهدية كمل يا حضرة الاعلامي المسالم القمة هي الاحتكام للقانون نمرتني الاحتكام للريموت كنترول اللي مش عاجبه كلامي اللي شايف ان انا وحش ايه رأيك؟ يقفل علي الريموت كنترول انا موافقة طيب لو حد اتدخل في طريقة لبس تامر امين هتتقبل ده عادي؟ جدا جدا انا عدت سنة كتير من الناس بتنتقد الفيست اللي كنت بالبسه انذار يوم الاربع فحضرتك كنت نابس زي الفل والقميس مفتوح شوية والسلسلة بينه يفضحتي فطبعا سلسلة بينت؟ اه طبعا بص حضرتك ليك قامة والناس بتحبك كده لا لا عندك حق ممكن يكون في حد يحب الشكل ده وفي حد يحب الشكل دي اللي هي دي؟ مش اكتب اللي هي دي يا سستاري ايوة 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 انا مش دعوا بحاجات الشخصية على فكرة لا لا عندك تب ان تحلت جوه القميس يا رجل حاجات شخصية ايوة بعد كده هتخش في البانطلون اظنني بعد كده هتخش في البانطلون اظنني رد عليك الفيديو ان انا رد علينا ولا رد عليك انت؟ رد عليك انت دي بتقولي لي بالحد ينتقدك قلت له عندك حق وفتحت القميس ووريت له السلسلة وقت له هيا دي اه قلت له انت ناقص تدخل في البانطلون اه طب يقول لي بعد كده انا مش عايز اخش قلت له يا رجل ده انت دخلت جوه القميس بمنتهى اللطافة تعال اخش جوه القميس اه لا زعلت منه ولا انتقدته ده معناه ايه ولا غضبت ده معناه ايه معناه ايه؟ معناه ان انا صدري راحت معناه انه هو حشري لا دخلت جوه قميسي تعال ادخل جوه ده انا بهذر معايا تعال ادخل جوه القميس ده مش معناه انه حشري ده انا بهذر معايا ده مش معناه أنه تدخل في حاجة شخصية جداً تلبس السلفلة أو ما تلبس السلفلة سمعت كلمة عندك حق؟ ولا بسمعتها في الفيديو؟ لا سمعت يفضحتي قلت له آه يفضحتي وهزرت معاه وقلت له عندك حق قلت له حتى أصدق هي دي في أكتر من كده أي سماحة في تقبل النقط ما قلت له أنت مالك ما قلت له دي حرية شخصية وما تدخلش ما قلت له الأساس أنقفلوا عليه معناها أنه دي حرية شخصية قلت له أنت دخلت جوه أميسي تعال دخل جوه بانطالوني آه بهذر معاك حتى لو بهذر معناه إيه؟ لي صداقة بيني على إنك حشري دخلت في اللي ما يخصكش لي صداقة بيني وبين المشاهدين صداقة بينك وبين المشاهدين مشبوط بدليلنا بحكة معاك طب بالنسبة للناس اللي بتتدايق بقى من جو السلاسل والـ ما يتفرجوش طب وإنت بتفرج ليه على فساتين هايفا ومايا؟ أنا بتفرجش عليها ده هم اللي بيعرضوها علينا في الحفلات العامة والبرامج بتتفرج ليه؟ ما تتفرجش تتدايق من رأس الشارية بتحبوش ما تتفرجش ما أنا فكرة تتدايق من الفساتين المفتوحة والمكشوفة ما تتفرجش ما تتفرجش أسهل من إنك تقول تهاجم الناس ههاجم الناس أو إنك تشغل مساحة مهمة من برنامج على حواء على الشيء عشان رياحك وخلص المحور ده كله هم حفظة لهاجم الناس وأي حاجة غلط مش هتعجبني ههاجمها واللي بيسيء للأخلاق وللمستوى القيمي ونسبة الحياة والخجل والاحترام والتربية التي ربنا عليها حدينه فوق دماغه وهذا رأيي وهذا طريقتي واللي مش عاجبه يتفرج على البرامج اللي بتتنشر الإباحية هم وإنت غاضب كده وأنا منتصر أن أنت غاضب ومنتاش مسالم من الجولة الأولى للجولة الثانية يا تامر أمين تامر أمين الجولة الثانية هل تجرؤ هل تجرؤ على ذكر أسماء أهم خمس موزيعين في مصر وأنا عرفهم منين من وجهة نظرك أهم خمس أعلميين في مصر من وجهة نظري من وجهة نظري لازم رجالك يعني يفضل الجيلة كده خمسة بالترتيب المهم في لا مش حاضر أقولي المهم في الأهم اللي بحبهم وشايف أن هم يعني مفيدين وكويسين في المشهد الإعلامي بدون ترتيب يعني إبراهيم عيسى وعمر أديب ولميس الحديدي عمر أديب وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي ومين تاني صعب قوي وليلين قوي كه أصلاً بدور على يعني اللي بيحاولوا يمسكوا المهنية بقدر الإمكان زملائك بقى محمود سعد خير الرمضان خير الرمضان يخش ممكن و محمود سعد وإبراهيم لأ لا في الخمسة الأول من وجهة نظري لأ يعني هم دول اللي جايين في زهني دلوقتي تامر أمين فوستو؟ تامر أمين يطلع بره خلص لما يجي يقيم نفسه مش واحد منهم؟ تامر أمين يقيم ولا يقيم ما قدرش حط نفسي في كذا ممكن حط نفسي رقم واحد ممكن حط رقم عشرين مشاهدين هم اللي قيموا هل تجرؤ على الاعتراف إن الجنس اللطيف بيمسلك نقطة ضعف؟ آآ لا أعترف تعترف هل تجرؤ على الاعتراف إن عملك بقناة L-T-B هو نقطة سودة في تاريخك؟ ما بتحبش تفتكرها؟ نقطة شديدة البياض والنصاعة بياض ونصاعة؟ جداً الأربعة تشهر اللي اشتغلتهم في قناة L-T-B كانوا بمثابة قبلة الحياة بالنسبة لي كانوا من أهم الفترات اللي الناس كنت محتاجة إن هم يسمعوا صوت فيها وده الوقت بالضبط اللي كان فيه قمة المزايدات وركوب الموجة والنفاق الإعلامي اللي كان حاصل فطلعت أنا في الوقت ده وقلت الكلام الحمد لله اللي أنا مقتنع إنه هو مظبوط والحمد لله اللي الأربعة تشهر دول هم اللي رجعوا ثقة الناس في تامر أمين وقالوا الرجل ده جرؤ إنه يقول الكلام الصعب في الوقت الصعب أنا جات لي فكرة شريرة قولي جات لي فكرة أنها استخدم نفس أسلوبك عارف الناس كانوا بيقولوا إيه على L-T-B لأن تامر بطيء لأن تامر بطيء بطيء مش عارف إيه البطء في كده بطيء دي بأسلوبك لها معنى تاني خالص مش عارف إيه البطء زي أشكر كده بزرحة مش عارف إيه البطء اللي في كده الحقيقة ما عددتش عليك الألشة دي معقول؟ لا بجد؟ أول لا ما بتبعش ألش؟ أول ألش أسمح أول ألش أسمح طيب هل تجرؤ على انتقاد أي موقف للمملكة العربية السعودية من خلال برنامجك؟ من حيث أجرؤ أجرؤ بس يعني ما حصلش خلال السنتين ونصف الاشتغال بس لو حصل هتجرؤ؟ آآ جربيني أوكي هل تجرؤ على الاعتراف بأن برنامجك محسوب على برامج التوك شو غلط وإنه يندرك تحت قائمة برامج التنظير؟ آآ هل تقدم برنامج دلوقتي؟ لا طبعا مش صح مش صح؟ ما زود لك شو مشاهدة؟ آآ ممكن بس السؤال اللي انت قلت له لا زود مشاهدة معناها أنه في مشاهدة ما كانش في الوقت ده في ناس كتير مش عارفة أن تامر أمين بيقدم دلوقتي ربما البرنامج ده على القناة دي ربما بس لا في ناس مش عارفة أكيد لأنه مستحيل 90 مليون يبقى عارفين مين بيعمل إيه في كل حتة لكن الحقيقة وده للحاجات اللي أنا شكرت عليها قناة روتانا من أكبر الحملات الإعلانية لبداية أي برنامج كانت قناة كانت الحملة اللي عملتها قناة روتانا اللي هي كان سلوجان بتاعها تامر في روتانا بالفست الشهير لدرجة اللي فيه صحفين كلموني الفست الضحية آآ لدرجة اللي فيه ناس كلموني قالوا لي البانارات والحاجات مغراء الشوارع على الدائرة وعلى المحور وكذا والحقيقة أنا شكرت إدارة روتانا جدا لأنه ما يعملوش كده تجرؤ على الاعتراف أن برنامجك حتى الآن ما دخلش قائمة البرامج الأعلى نسبة مشاهدة في مصر مين اللي قال كده أنا بقول له لا أنا بقولك أن الإحصائيات للبرامج لا أنا بخش في الطوب سيفن طوب سيفن نتعرف الترتيب يعني آآ الترتيب يتغير طبعا كل شهر بس الحمد لله آخر ترتيب مين كان رقم واحد أعتقد أعتقد كان واقل أعتقد ورقم كمين الشهر اللي فات كان متهالي أحمد موسى آآ لو أنا فاكر الترتيب صحة في آخر شهر رقم ثلاثة لا مش فاكر بقى يعني رقم واحد ورقم اثنين دول اللي أنت ما حسبتهمش أصلا من أهم خمسة بنسبالك طبعا ده تقريبا أنا الشخصي ملوش علاقة بالإحصاء هل تجرؤ على الاعتراف أنك محلك سر من أربع سنين محققتش تاني النجاح الرهيب اللي كنت محققه في البيت بيتك آآ اسألي الناس ما وصلتش اسألي الناس راجع دي من النجاح أنا بسألك إنت اسألي الناس ما هو هرجع وقولك تامر أمين لا يقيم نفسه أنا رأيي شخصي أنا رأيي شخصي الحمد لله الحمد لله إنه في حالة نجاح ممتازة من وجهة نظر رضا فوق الرضا كمان الحمد لله الحمد لله تجرؤ على الاعتراف أن كلمة الحق لو منك بتبرزها ولو عليك بتدوس عليها مش صحيح مش صحيح هل تجرؤ على الاعتراف إنك زعلان من رجل الأعمال إيهاب طلعت لأنه ما طلبكش تاني تشتغل في برنامج البيت بيتك لأ طبعا لأ لأ لأنه أولا هو ما استعنش بكل مذيع البيت بيتك عشان يستتنيني فأقول له شمع أنا زعلان منك ده رقم واحد رقم اثنين إيهاب طلعت صديقي ولسه متقابلين من فترة وجيزة وببارك له على عودة البرنامج وإن شاء الله يبقى فيها توفيق عارف كويس أول كلمة في الموضوع ده أن أنا مرتبط بتعاقد مع قناة روتانا ينتهي نهاية هذا العام وتامر أمين مستحيل لو اتقلبت الدنيا عمره ما يخلي بتعاقد مع إحدى القناة طيب مع احترامنا للجميع ومش قصدين الإهانة الحد يعني ولا الإساءة الحد مش شايف أنه هو استرخص في أسعار الموزيعين اللي جابهم علشان كده ما كلمكش ودي جملة اتنقلت على لسانك من أعداتك الخاصة لا أجرؤ أن أنا أقولها جملة دي ما طلعتش منك دول موزيعين محترمين دول موزيعين محترمين لمقدرش أقول أن هما ولا أنا أقدر أنا بقول جملة اتنقلت على لسانك لا هل تجرؤ على الاعتراف أنك شايل من الأعلامي واقل الإبراشي من وقت للتاني لازم تنظر عليه شايل منه آه شايل منه بس الحقيقة بالصدفة بنظر عليه آه بنظر عليه بنظر عليه طبعا أوكي بس بنظر علينا عندما يخطئ ها برضو ما عنديش يعني قاعد أنت لكل اللي بيخطئ من وجهة نظرك قاعد له آه شغلتي شغلتي أن أنا أستنى الغلط وأبرزه ده شغلتي الإعلام كده آه بس الحقيقة بالصدفة من خمس أيام وقبل ما أجيلك البرنامج هنا قابلت واقل في آه فين 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 كان أحد المناسبات مش فاكر كنا بنغطي حدث مع بعض وتقابلنا وسلمنا على بعض وقاعدنا ندردش ويقول لي ها مستلمني ومش مستلمني وكذا فالحقيقة جزء كبير من المشاعر الوحشة لناحيته راحت زالت من عندي لما راحت بها تبطل تنظر عليه لو غلط حنظر برضو شغلتي يا مونة شغلتي أن أنا أقول مين بيعمل صح ومين بيعمل غلط شغلتك أن أنت تتابع أخطاء الآخرين وترصدها ده قمة المهنية قمة المهنية طبعا المشاهد يتفرج على كوكشو من الجولة التانية للجولة التالتة يلا بينا تامر أمين الجولة التالتة والأخيرة لمس أكتف هقولك جمل وهترد علي برد من التلاتة أوافق أرفض استثناء لو عايز تقول رأيك أو تشرح حاجة حتختار الرد ده في خلال خمس ثواني هيكون العدد تنزولي على الشاشة المرأة أكتر من نصف المجتمع وحقها في العمل ليس بقرار الرجل أوافق طبعا توافق جدا الجميلات في الوسط الفني هن الأكثر إثارة للجدل طبيعي أوافق المزيع لا يجب أن ينجرف وراء طبيعته ولا يتحيز لأراءه الشخصية تعترض تعترض ابن الوز مش دايما عوام أوافق أعلمنا بعد الثورة في حاجة لإعادة ضبط وغربلة أبصم بالعشرة بالعشرة أحلم بالعودة للتليفزيون المصري أوافق بس ده نيمكن اللي فيه استثناء شوية إنه عندما يكون جاهزا ومستعدا لكن طبعا ده بيتي ويشرفني العودة اللي في أي وقت الفارق ليس كبير بين الإعلامي تامر أمين والدكتور توفيق عكاش لا أعترض طبعا فيه فارق كبير استثناء هو له أسلوب مختلف تماما عن أسلوب تامر أمين هو له مدرسة مختلفة خالص عن مدرسة تامر أمين وعمر ما فيه حد قال إن تقريبا تامر أمين شبه توفيق عكاش أو توفيق عكاش شبه تامر أمين ليس انتقاصا منه ولا انتقاصا مني لكن يعني مدرستين مختلفتين تماما في الإعلام فيه إعلاميين كتير أخذوا السكة بتاعي التوفيق أو كاشا ومشوا عليها كل واحد بطريقته فيه بقدر طبعا لأنه العدوى والتقليد في الإعلام ظاهرة موجودة امرأة واحدة لا تكفي أوافق توافق أقبل على الرقص في المناسبات الخاصة أقبل على الرقص يعني أنا أرقص أنا أرقص أرقص أين مناسبات خاصة أيو اللي هي إيه مناسبات خاصة أقبل على الرقص أيو يعني في عيد ميلادي مثلا آه فسقف ورقص آه طبعا عيد ميلاد واحد صاحبك عيد ميلاد واحد صاحبتك آه طبعا كده يعني على فكرة هنا بقى خدي كل الاستثناء أنا أرقص بس عمرك شفتيني بقلع هدومي أنا أرقص بس ما ترقص عمرك شفتيني بقلع هدومي أنا أرقص عمري شفتك إيه بقلع هدومي وأنا برقص تقلع هدومي كنت بترقص لا طبعا حتى شكلك هيبه وحش بالضبط جدا أنا بني آدم وبخرج وغني ورقص وفرح وأعمل كل حاجة بس مشوفش حد بيعمل حاجات دي أبدا بس مشوفش حد بيعمل حاجة عيب والعيب ده لا أنا ولا أنت اللي حدده المجتمع المجتمع أما ليه أنت ليه بتحدده عشان أنا بقولك أن المجتمع عندنا المصري المجتمع هو أنا لا المجتمع المصري عندنا اللي أنت جزء منه معتبر أن الرقص الشرقي عيب وتعال أخذك وننزل ده من إمتى ده قريب قوي كلام ده ده جديد قوي كلام ده ده فكرة دخيل علينا من إمتى كان الرقص الشرقي عيب في مصر عيب من إمتى كانت الرقصة مبغوضة بالشكل المثلاً اللي أنا بشوفه في برامجك تصدقي وتأمني بالله لا إله إلا الله حتى في الأفلام حتى في الأفلام اللي فيها رقصات وكذا شوفي كده لما يتقل لك واحد مثلاً ابنه بيحب رقاصة منقوس من قدرها شوي بس ما هيش مبغوضة بالشكل اللي أنت بتوصله ممكن أكمل جملتي فضل يا فانت أياً كان لا ابن موظف يقول له أنا بحب رقاصة يا بابا عايز أتجوزها هيقول له ربنا يوفقك حبيبي طب ولو هي ثقافة قديمة إحنا المفروض نقلل شوية من العنصرية في مجتمعنا أو ننور الناس شوية ولا المفروض نفضل أعديك كده نحكم على بعض وننظر على بعض ونستطل بعض الغلط 2015 أنا ما عنديش ولاد أنا عندي بنات بس بس لو عندي ابني جاء لأنا بحب رقاصة حضربه بالنار ده أنا تامر أمين 2015 مش بس لو جاوز رقاصة لو أنا عرفت أنه يعرف رقاصة برضو حضربه بالنار بس تقبل شكاوى المواطنين في برنامجي لجذب المشاهدة ولا أتدخل لحل مشكلات أحد نقطة لطيفة توافق ترفض استثناء زيروا راحت منك ليه كده؟ راحت طبعا لأنها نقطة لطيفة ليه نقطة لطيفة؟ علشان اللي بيتفرج على البرنامج عارف أنه الحمد لله مفيش مشكلة إلا لربنا قول لي تلات مشكلات حلتهم لتلات أشخاص من فقرة التليفونات بتاعتك لا أنا ما قولك ممكن أقولك تلات تلاف وأجيبلك الملف الحمد لله عندنا علاج كتير الحمد لله عالجنا ناس كتير الحمد لله بس أنا ده كلام سخيف أقوله يعني لا خالص بالعكس بس الحمد لله 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 لأ يعني ما يفعش الواحد يطلع أقول علاجنا وساعدنا ودينا فلوس مش عامو منجو مهورك قادرة أكيد اللي ساعدتهم هم شايفينك الله يفتح عليك أتحدث في برنامجي أكتر من ضيوفي في المقدمة طبعا والأخبار أكتر من ضيوفي في الحوارات أقل كثيرة من ضيوفي قلت للاعلامي عمر عبد الحميد أنه بيدور على التفاهة لما علق على سوق معاملة الأعلاميين بالقصر الرئاسي وأنا بالنسبالي اللي بقدمه عن الراقصات شيء مهم مظبوط مظبوط أوافق تامر أمين الضربة الأضية اقرأ وقل لي أسأل على الملأ ولا تنسى حب لو هسأل على الملأ هتكمل هتجيب على الملأ هل تجرؤ أن تجمل الكلمة الناقصة في المثل الشعبي اللي ذكرته على الهواء من المشاهدين الآن هل تجرؤ أن أنا أقول المثل الشعبي أن تكمل اللي ما كملتوش لا طبعا لا أجرؤ ليه لا تجرؤ عشان أنا بحترم المشاهدين ليه ممكن تقول جملة لجمهورك ما عندكش الجرؤة تكملها للآخر إيه علاقة الجرؤة بدي دي ليه علاقة بالحياء مهو لو في حياء بهذا الشكل أيوة واحترام لمشاعر جمهور بهذا الشكل مش هيكون فيه أصلا مثل بهذا الشكل ليه تقال لأ هيبقى فيه لأن أنا قاصد أن أنا أوصل المعنى دون أن أذكر الألفاظ الخادشة للحياء المعنى المعنى مش خادش للحياء لا 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 طبعا أنا عايز أوصل للناس أنه بعض السياسيين المعنى الكلمة اللي ما تقالتش في المثل ده غير خادش للحياء وإنت سمعتها مني المعنى اللي وصلني واللي وصل لكل مشاهد سمع مش خادش للحياء أنت عارفة من غير معقول أيوة قل لي أنه غير خادش للحياء أنا بسألك قل لي غير خادش للحياء أنت عارفة أيوة المعنى اللي أنا عارفة لو سمعتي يبقى أنا باخدش حيائك لك أنت ما سمعتهوش لو اتكرت وما سمعتوش أو أنت قلت المثل ناقص يبقى مش خادش للحياء ويبقى لاقص طبعا للإعلام طبعا إعلام يتمر أمين كنت ديفي تشرفت بك شكرا جزيلا مشاهدينا شكرا على المتابعة تحياتي مونة عبدالوهيف